السلام عليكم أحباء الصغار عدت إليكم لنجز تمارين موازية لحرف الغين نبدأ بالسؤال الأول أحيط حرف الغين لدينا أربع كلمات سنبحث على حرف الغين وسنحيطه بدائرة سنحيط بقلم الرصاص حرف الغين السؤال الثاني أتمم الكلمة بكتابة الحرف المناسب لدينا هنا حرف الغين مع ضم غ ومع ضم تان غ قلنا بأن هذا الشكل نجده في آخر الكلمة الشكل الثاني حرف الغين مع سكون حرف الغين مع سكون غ وهذا الشكل نجده في وسط الكلمة هنا حرف الغين مع ضم حرف الغين مع ضم غ هنا حرف الغين مع ألف حرف الغين مع ألف غا وهذا الشكل نجدهما في أول الكلمة هذا في أول الكلمة وهذا في أول الكلمة إلا أن هذا غو وهذا غا مع مد نتبه أثناء وضع حرف الغين مع ضمة في أول الكلمة وحرف الغين مع ألف لدينا أربع كلمات 1 2 3 4 نبحث عن حرف الغين المناسب ونضعه مكان النقط الآن ألون الكلمة التي تشمل حرف الغين حسب موقعه موقعه يعني في أول الكلمة مثلا عندنا هذا حرف الغين في أول الكلمة أين هو حرف الغين في أول الكلمة هل هو هذا أم هذا أم هذا أم هذا لا تنسوا أن حرف الغين به نقطة في الأعلى هنا حرف الغين جاء في وسط الكلمة أين هو حرف الغين في وسط الكلمة؟ هل هو هذا أم هذا أم هذا أم هذا؟ سنلون حرف الغين في وسط الكلمة والشكل الأخير حرف الغين في آخر الكلمة سنبحث عن حرف الغين في آخر الكلمة هل هو هذا أم هذا أم هذا أم هذا سنلون في سطر الأول حرف الغين في أول الكلمة سطر الثاني حرف الغين في وسط الكلمة وفي الخانة الأخيرة حرف الغين في آخر الكلمة أعزائي الصغار أرجو منكم أن تكسبوا هذه التمرين كاملة في دفتر الواجبات أي في الدفتر الأصفر وبالتوفيق أعزائي نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله